موسيقى والله احنا شركة مصنعة لبرمجيات ولمعدات كهربائية فالاستثمار بتاعنا دايما بيبقى في المصانع بتاعتنا او مراكز المعلومات بتاعتنا احنا الحقيقة في اخر 3 سنين في مصر استثمارنا اكتر من 40 مليون يورو بطريقة مباشرة ضخ استثمارات في رأس المال وتوسيع في القعدة الانتاجية بتاعتنا في المصنع اللي في مدينة بدر ومركز التوزيع اللي في العشر من رمضان بس في نقطة مفروض بنغفلش عنها وهي الاستثمار في العنصر البشري احنا عين اكتر من 280 مهندس وفني كف للتعامل مع المشروعات دي دي الاستثمارات اللي عملناها علشان نرد على الاحتياج في المشاريع القومية من جهة زيادة الطاقة الانتاجية التنفيذ السريع والله في الفترة اللي جاية هنبقى بنتعامل اكتر في عالم البرمجيات وبالتالي الاستثمار هيبقى اكتر في العنصر البشري وفي جميع الكفاءات اللي هنقدر نعينها علشان نتعامل مع التحول الرقمي بتاع الاقتصاد عموما والجزء الصناعي بتاعنا بالاخص فالاستثمارات في الفترة اللي جاية مش هتبقى اكتر في المكان والمعدات هتبقى اكتر في العنصر البشري وده اللي هنركز فيه في السنتين اللي جايين ان شاء الله هي 30% دلوقتي وبنأمل انها تصل الى 40% في المستقبل القريب في السنة او السنتين اللي جايين وده على فكرة لان اي شركة صناعية بتبتدور على المكان الربحية فيه ممكن تبقى اعلى وبالطبع في مصر التنفسية عالية جدا فلما بنصدر من مصر بيبقى المنتج بتاعنا منافس جدا في الاسواق الاخرى طبعا احنا موجودين في مصر بقالنا اكتر من 30 سنة فبنشارك في المشاريع القومية من الفترة ديت واوائل المشروعات اللي شاركنا فيها لو انا فاكر كويس كانت مكتب اسكندرية وتوريد المعدات الكهربائية فيها واحنا فخورين جدا بالمشاريع ديت في اخر سنتين طبعا شاركنا في غالبية المشاريع القومية في مصر على رأسها طبعا البنية التحتية الانفاء لتحت خناة السويس مشروع ظهر طبعا لاستخراج الغاز جزء توزيع الكهرباء والتحاول الرقمي بتاع الموقع ده مشروع غرب الدلتة برضو لتطوير حقول الغاز ومشاريع اخرى كتير مشاريع تحليهة المياه مشاريع الصرف الصحي كل دي بتحتاج طاقة كهربائية وادارة الطاقة بطريقة محترفة واحنا فخورين اننا بنشارك في المشاريع ديت كلها والله كتير تطوير شبكة التوزيع مع وزارة الكهرباء المدن الزكية مع وزارة الاسكان المركز البيانات في وزارة الاتصالات نفذنا بعضها وبنأمل ونطمح انها نفذ مركز اخرى يعني وزارة النقل مشاريع الكتير اللي شغالة فيها وزارة النقل اذا كان مترو ولا مونوريل ولا قطر وكهربائي الاخير